إذن بكل تأكيد زيارة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا زيارة تاريخية في وقت مهم جدا بسبب التحديات الكبيرة اللي بتواجه البلدين على المستوى الأمني والاستراتيجي وكمان التحديات الاقتصادية اللي بتيجي نتيجة الأوضاع دي طبعا هذه الزيارة حصلت في ظل ظروف صعبة زي استمرار الحرب على غزة التوتر على الجبهة اللبنانية إمكانية التصعيد كمان ما بين إيران وإسرائيل طبعا غير التطورات الدولية زي التحديات أو الانتخابات الرئاسية الأمريكية والأزمة الروسية الأوكرانية اللي بتأثر على المنطقة كلها كل العوامل دي بتخلي بعض الملفات تكون ضرورية في المباحثات والمناقشات ما بين الرئيس السيسي ورئيس التركي أردوغان خاصة فيما يخص ليبيا السودان الصومال وسوريا عشان كده خلونا نعرف تفاصيل أكتر من أستاذ محمد ربيع إديه الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن التركي صباح الخير على حضرتك أهلا صباح الخير على حضرتك أهلا خلينا نتكلم عن أهمية هذه الزيارة في البداية كده وبنبذة سريعة خلينا نتكلم أن الزيارة جاء في توقيت مهم العالم بيشهد الآن تغيرات وتحولات جيوستراتيجية مهمة منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022 وحتى يومنا هذا بدأت حالة من التغير في هيكل وبنية النظام الدولي وبالتالي انعكس على النظام الإقليمي أو النظام الإقليمية في عديد من الأماكن وبطبيعة الحال شهدت المنطقة أيضا حالة من التطور كان آخرها الحرب الإسرائيلية على قطاع قد هذه الحرب التي تستمر أو دخل في شهرها الحادي عشر في ارتفاع قتلى ومخاوف من توسع الحرب إلى أن تصل إلى حرب إقليمية شاملة وهذا ربما ما كان تحذير رئيسي من الدولة المصرية على لسان سيد الرئيس عفتاح السيسي أن ما يخشى أن تتوسع الحرب وتصبح حرب إقليمية شاملة وبالتالي هذه التغيرات لم تطل فقط لم نتحدث على قطاع قد ولكن أصبح هناك أيضا مصر عمليات أو أحداث يشهد البحر الأحمر وهذه الأحداث بالتالي انعكست على حركة التجارة الدولية وعلى المجتمع الدولي إضافة إلى ذلك تغيرات تحدث في أفريقيا وفي عدد من دول العالم وبهذا الحال اكتسبت الزيارة أهمية نتيجة التغيرات التي تحدث في المنطقة تغيرات سياسية إضافة إلى التغيرات حتى الاقتصادية التي تطرع على بنية النظام الدولي من حرب العملات والتنافس الاقتصادي أيضا فكرة تعميق العلاقات في هذا التوقيت له دلالة مهمة جدا نحن نتحدث أن زيارة السيد الرئيس عفتاح السيسي تأتي في ظل رؤية للدولة المصرية في توسع على العلاقات الاقتصادية وربما كان هذا العكاث واضح في هذه الزيارة حينما أبرم قرابة 20 التفقية أو 15 التفقية بين البلدين هذا الأمر يؤكد على محورية الرؤية المصرية إضافة إلى ذلك عوامل التغير التي تحدث في عديد من بلدان العالم والظواهر التي باتت تحدث الآن في المنطقة العربية تحديدا أو الشرق الأوسط طيب حالك متخص في الشأن التركي إيه أبرز ملاحظات حضرتك على البيان الختامي لهذه الزيارة والوفد المرافق لسيد الرئيس خلينا نتكلم أن هذا البيان الختامي الذي خرج لهذه الزيارة يؤكد على مجموعة من النقاط أولا أن مصار العلاقات بين القاهرة وأنقرة يثير نحو نقلة نوعية لما يشهدها منذ عقد تقريبا من الدمان أيضا التغير في نمط اللهجة والبيان يؤكد على أن هناك نوع من التغير في شكل العلاقات بين القاهرة وتركيا هذا التغير يصحبه حالة من تعميق العلاقات نظرا لعدة عوامل أولى هذه العوامل بدء المفاوضات أو المشاورات الاستكشافية في عام 2020 تلا ذلك لقاء السيد الرئيس عفتاح السيسي بالرئيس التركي عام 2022 على هامش قمة أو منديال قطر تلا ذلك الزيارة اللي قام بها الرئيس أردوغان إلى القاهرة لتقديم أو لتحثين العلاقات مع القاهرة وتحدثت حينها وتحدثت حتى البيان الختامي أن هذه الزيارة بمثابة فتح مجال جديد للعلاقات المصرية أيضا النقاط الهامة هو مجالات التعاون التي تتم وهذا يضعنا أمام تصور أن حينما كان أردوغان هنا في القاهرة تحدثوا على رفع أو تركية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية دون أن تبرم اتفاقية شراكة استراتيجية على غرار الاتفاقيات التي أبرمت مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين أيضا هذا الأمر كان لابد من استكمال أو استئناف هذه المرحلة وهو من خلال زيارة سيد الرئيس عفتاح السيسي وربما كان هناك اجتماعات كثيرة سبقت هذه الزيارة كان آخرها في أغسطس في زيارة وزير الخارجية المصري لأنقرة والحديث حول أطر هذه الزيارة وما هي الاتفاقيات التي ستبرم هذه الاتفاقيات شملت مجالات عديدة قطاعات أو خلينا نتكلم على قطاع سياحي قطاع أمني قطاع سياسي اقتصادي حتى وحول التبادل وزراعي وتكنولوجي كل هذه المجالات أو القطاعات تؤكد على نقطة واحدة أننا أمام تطور ملحوظ في العلاقة فقط نشهد في المستقبل برغم اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين إضافة إلى ذلك فكرة النقاشات أو الملفات التي نقشت يعني لو نظرنا إلى البين الختامي أو الملفات التي نقشت هي ملفات تعالي قضايا جوهرية خاصة أن أصبحت القضايا في الشرق الأوسط هي مرتبطة ببعضها البعض متشابكة وربما يكون حالة التشابك بينها يصعب فكها كلا على حد وبالتالي نجد أنه كان في البين الختامي هناك حديث حول القضية الفلسطينية وربما هذا كان متوقع بصورة كبيرة أن يتم التطرق حول القضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية المركزية للدولة المصرية وإن أخذنا سياق الكلمة التي قالها سيد الرئيس عفل تحسيس هي قضية أو أولوية الأولويات لدى الدولة المصرية ذات أولوية أولى في الأجندة المصرية إضافة إلى ذلك التوجه نحو تعميق أو تحسين علاقات بشأن عدد من الملفات أو بصورة أخرى فكرة تهدئة الملفات في المنطقة بدءا من الأزمة الليبية حديثا عن الوحر الأحمر الصومال اليمن سوريا خلينا نتكلم الأول عن التعاون بين البلدين وخلينا نقول أنه فيه رغبة مشتركة بين البلدين في بدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك عايزة أتكلم عن أهمية يمكن أول اجتماع للمجلس الأعلى للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وتركيا المجلس دا ربما هي المرة الأولى الذي يعقد فيه كما الجميع يعلم ولكن أهمية وجود هذا المجلس هو أن يناقش فكرة تعميق وتحسين العلاقات بين البلدين بصورة تصل إلى الأهداف المركوة كان من ضمن هذه الأهداف هو الوصول بالتبادل التجاري بين البلدين لـ 20 مليار دولار دور هذا المجلس أن يصل بمستوى العلاقات إلى هذا المستوى أو التبادل التجاري إضافة إلى ذلك زيادة حجم الاستثمارات التركية داخل القاهرة نحن نتحدث عن 2.6 مليار حجم استثمارات تركية في القاهرة قرابة 750 شركة تركية تعمل داخل مصر هناك رغبة من الطرف التركي أن يتوسع في أن يكون هناك استثمارات داخل مصر هناك شركات تعمل داخل مصر وربما كانت بادرة هناك حديث حول جامعة تركية ستقام في مصر أو على صعيد المجال التعليمي سيكون هناك جامعة تركية في القاهرة سيكون هناك تعميق لفكرة أتر أو الشركات الصناعية أو المجال الصناعي لذلك ربما نشاهد أن الوفد الذي صاحب السيد الرئيس كان فيه وزير الصناعة السيد كامل الوزير وأيضا وزير ومسؤول السياحة ومجالات أخرى هو بصورة رئيسية هو مرتبط بأو تهدف إلى تعميق العلاقات على أساس اقتصادي ومن ثم الرؤية السياسية وتعميق العلاقات الصخفية بين البعض صحيح وكمان حالة الانسجام السياسي ما بين الدولتين واللي واضح طبعا بيبقى لنا كاسات على ملفات عديدة ويمكن أبرزها طبعا ملفات الاقتصادية وحالة التوافق حول العديد من القضايا ده ممكن يكون انعكاساته حول الأزمات التي تشهدها المنطقة ده انعكاساته بالأكيد هي انعكاسات إيجابية من أجل تهدئة هذه الملفات ولكن هو ليس فقط على المجال الاقتصادي ولكن هو التنصيق أيضا السياسي بين القاهرة وأنقرة في هذه الملفات من خلال دعم داخل الأمم المتحدة داخل المحافل الدولية ممارسة ضغوط مشتركة على أطراف عديدة من أجل تهدئة هذه الملفات كل هذه أو كل التوسع في المجال الاقتصادي يعني عكس بالتالي على العلاقات السياسية وبالتالي يكون هناك رؤية لفكرة تطوير هذه أو الحفاظ على العلاقات الاقتصادية من خلال التوافق أو الانسجام في الملفات السياسية والأمنية بالمنطقة وبطبيعة الحال سنجد أن هناك حديث أو كان من ضمن البيان الختامي الرغبة أو التأجيد على ضرورة عودة الأمن والاستقرار في ليبيا عدم اشتعال الأوضاع في الصومال نتيجة تدخلات أطراف أجنبية عديدة فكرة البحر الأحمر وضرورة عودة الاستقرار والأمن في البحر الأحمر كل هذه الأمور هي تؤكد على أن العامل الاقتصادي أو الرؤية الاقتصادية هي مفتاح لتهديئة هذه الملفات وعدم اشتعالها من جديد أو عدم وجود حالة من الاشتعال بإضافة إلى ذلك أن القاهرة أو مصر لها ثقل إقليمي ودولي مهم جدا هذا الثقل بدأ بصورة كبيرة جدا في المحافل الدولية من خلال الاستقبالات التي تحدث ودعوة مصر لهذه المحافل والتنسيق مع مصر بشكل عام في مختلف التطورات التي تصل في أي قضية من القضايا بالضبط وأيضا تركيا لها ثقل حتى من خلال وجودها داخل حلف النيتو ومن خلال علاقاتها مع بعض الدول هذا يعني الثقل القاهرة وثقل أنقرة يمكن أن يشكل ضغطا دوليا من أجل تهدأة عديد الملفات وتحييد حتى الدول التي تتدخل في ملفات أو الأطراف التي تتدخل في ملفات لإشعال المنطقة وعدم استقرار يعني مصر وتركيا بلدين كبار في الأول وفي الآخر وهم ليهم دور كبير يعني في تهدئة الأوضاع خلييني أقول وفي ظل هذه الأوضاع المشتعلة والمتوترة في المنطقة كيف يصب هذا التعاون في مصلحة البلدين هذا التعاون يصب في مصلحة البلدين حالة أن يكون هناك استقرار قليمي بطبيعة الحال سيكون هناك علاقات أو تطور اقتصادي بصورة كبيرة ستنمو العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري أيضا سيكون هناك حالة من أصواق جديدة يمكن التصدير لها أو التعامل معها أيضا سيكون هناك حالة من فكرة ما دائما في الاقتصاد يتحدثون أن رأس المال جبان أو يخشى دائما الأزمات الأمنية أو عدم الاستقرار فحالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة تنعكس بطبيعة الحال على الجانب الاقتصادي فعملية ضمان الاستقرار أو عدم اشتعال ملفات في المنطقة هو سينعكس بطبيعة الحال على البلدين في تنمية المجال الاقتصادي وحتى على شعوب البلدين من خلال حالة من الازدهار الاقتصادي بكل تأكيد كيف يستفيد البلدين من التعاون والتنسيق في مجالات متعددة ويمكن أبرزها الطاقة والتكنولوجيا مصر لديها خبرة وهي تتدعم أو يمكن أن نقول أنها لها دور محوري في غاز أو في المنتدى غاز شرق المتوسط وربما هي من أشاءاتها إضافة إلى ذلك الاستكشافات الغذية في منطقة شرق المتوسط التي لدى مصر أيضا فكرة أن تركيا أيضا هي تلعب دور مهم جدا في مرور الغاز إلى الدول الأوروبية وخاصة أنها يمر منها عدد من خطوط الغاز إلى أوروبا وهي ترغب في الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط بصورة كبيرة جدا حتى من خلال تهدئة الملفات مع دول الجوار وهذا حدث بالفعل خلال الأول الأخير يعني شهدنا أن الملف بين تركيا واليونان شهد حالة من الهدوء ملف بين تركيا وقبل الشهد حالة من الهدوء كان هناك استفزازات دائمة بين الطرفين مؤخرا شهد حالة لأن الطرف المصري حينما تحدث أو حينما جاء أو أبدأت تركيا رغبطها في طعمك العلاقات كان من ضمن المواقف هو ضمان حالة عدم اشتعال منطقة شرق المتوسط وبالتالي سيكون هناك حالة من التعاون في هذا الملف تحديدا أيضا الإمكانيات المصرية في فكرة الإثالة هي الدولة الوحيدة في المنطقة ربما لتمتلك محطات إثالة بصورة كبيرة جدا يمكن أن تستفد منها كبنية تحتية لتصدير الغاز إلى الدول الأوروبية أيضا الاكتشافات المصرية في شرق المتوسط سوى كنا نتحدث عن حقل ظهر وغيرها من الحقول التي مغالت هناك اكتشافات لا يعني حسب التقديرات الدولية للغاز الموجود في منطقة شرق المتوسط عموما مصر وغيرها من الدول هو يكفي الاتحاد الأوروبي بصورة مستمرة ودول الشرق المتوسط لمدة 25 عام وربما يزيد عن ذلك بعد الاكتشافات إضافة إلى ذلك المجال التكنولوجي مصر تسعى نحو التحول الرقمي وهذه هي رؤية الدولة المصرية وربما هذا ما تحدث عنه السيد الرئيس فتاح السيسي أن مصر تتحول بصورة سريعة نحو الرقمانة أو التحول الرقمي إضافة إلى ذلك هو لدى الدولة المصرية رؤية بأن التكنولوجيا هو المستقبل وأن المجال التكنولوجي هو بات المستقبل وتركيا لديها خبرات تكنولوجية متقدمة يمكن من خلال تعديد التعاون بين البلدين في هذا المجال أن تساهم في تحول مصر بصورة أسرع أو انطلاق مصر أنواع جديدة من التكنولوجيا إضافة إلى ذلك ربما لا نجد أي اتفاقية تبرم مع أي دولة خارجية أو مصر تبرمها مع أي دولة خارجية إلا ويكون مجال التكنولوجيا حاضر بصورة كبيرة جدا في هذه الاتفاقيات نظرا لأهمية هذا القطاع وأنه هو المستقبل خاصة النقبتنا نتحدث على أن كل شيء مرتبط بالتكنولوجيا مرتبط بالتطورات التكنولوجية التي تحدث خلينا نتحدث عن الملفات التي يمكن أن تشكل تحديات كبيرة لدى الرئيسين ممكن أن يواجهوها ما هي الملفات هذه بإجازة سابعت؟ هذه الملفات حالت بإجازة في جملة واحدة وحالت عدم الاستقرار في المنطقة إذا ضمن الرئيسين استقرار المنطقة وعودة الاستقرار في ملفات المنطقة نحن نتحدث على أن هذا الاستقرار يعني بصورة كبيرة نجاح كافة الأمور أيضا فكرة احتمالات التصعيد في ملفات أو وصول الأمر إلى حرب أكوليمية شاملة هو بطبيعة الحال ينعكف على توجهات البلدين لأن كلا الطرفين أو عموما المنطقة لن تنجوا من هذا الأمر أو أيا كانت هذه الدولة لن تنجوا إذا توسعت الحرب أو ما تقوم به دولة الاحتلال اتجاه عديد من الأماكن أو الاستلزازات التي تقوم بها دولة الحلال المؤخرة طيب السيد محمد البلدين بيمتلكوا مقاومات سياحية كبيرة جدا وعايزين نعرف من حضرتك أهمية مثل هذه الزيارة ومن قبلها زيارة الرئيس التركي إلى مصر وانعكاستها على قطاع السياحة في البلدين طيب أهمية هذه الزيارة تؤكد على أو كان من ضمن الاتفاقات اللي برومات هو التعاون في المجال السياحي يمكن للدولة المصرية الاستفادة من الخبرة التركية في المجال السياحي بصورة كبيرة تركيا هي من أكبر الدول في المنطقة التي تجذب أو جاذب للمجال السياح يمكن لنا أن نستفيد من الخبرات التركية في هذا المجال يمكن أيضا أن يحدث تنصيق في فكرة الرحلات وتسهيل عملية الرحلات سواء كان عن طريق شابتر أو غير من الأمور لوصول السياح إلى القاهرة خاصة أن هناك خطوط طيران غير متصلة بالقاهرة بصورة مباشرة يمكن أن تمر عبر تركيا أو حتى خطوط طيران لم تصل إلى تركيا يمكن أن تمر عبر مصر وهذا الأمر يعني أننا في حالك تكامل في هذا المجال أيضا في فكرة تحديث حتى البنية السياحية أو فكرة المنشآت السياحية وأقصد هنا الفنادق أو غيره يمكن أن يدم التعاون مع الطرف التركي من خلال التدريب أو التأهيل للكادر العامل في هذا المجال هناك نقاط كثيرة يمكن للطرفين التعامل فيهم كل شكر لك الأستاذ محمد ربيعي ديهي الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والشأن التركي كل شكر لك شكرا جزيلا شكرا